على غير العادة وقد جرت صور الاعتياد على اختراق الامن وتشويه ايام العراقيين وساعاتهم بالقتل والذبح والخطف والكتيوشة حالة من العبث المفتعل وغدت تلك المشاهد حالة يومية تسرق من صناعة المستقبل العراقي بضاعته ورصيد سياسته المرجوة على غير العادة يترأس القائد العام للقوات المسلحة ورئيس حكومة البلاد اجتماع اول لجنة للتحقيق في الخروقات الامنية فيقدم التصريح الاكثر حسما برفض الاعتداءات التي تسيء لمستقبل البلد اللجنة المشكلة من اجهزة الدولة الامنية والسياسية تأتي بتوجيه الكاظم لتمثيل الوحدة الوطنية لكن العزم الرسمي تضح بقوة في تأشير الكاظم على خطورة المرحلة ومرور الدولة باختبار حقيقي ومسئولية تاريخية اما ما يقرأ بين السطور يشير الى حراك عاجل من جهات الدولة كافة لإيقاف وقطع حبل الانتهاك الصارخ لامن العراق يصدر الامر الديواني رقم 270 بتشكيل لجنة التحقيق في الخروقات الاخيرة من استهداف ارتال للتحالف الدولي وبعثات دبلوماسية لضبط اقاع العلاقات الرسمية مع العراق لذا فان رئيس الوزراء الذي يجد نفسه عالقا وسط تركة ثقيلة من الضربات الاقتصادية نتيجة مخلفات حكومات سابقة وضغوط تمارسها ميليشيات السلاح المنفلت يأتي ذلك برفقة شحن في السيولة كل ذلك لم يمنعه من الوقوف على مستجد تلوى مستجد وتعزيز الجهد الامني بملاحقة مطلقي الصواريخ وفي غرف القرار الرسمي فان العمل لم يتوقف بمواصلة ملاحقة فلول داعش الارهابي وتحقيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وبملامح المشهد الراهن فان الكاظمي يدخل حلول الازمات الشائكة بفرص اخيرة عاجلة للوصول الى بر امان سياسي دبلوماسي يحفظ ميزان العلاقات الدولية وينهي حقبة الدم المراق اشتركوا في القناة